طبعاً الفعاليات مازالت مستمرة فعاليات وأحداث المهرجان القومي للمسرح في دورته الستاشر دورة الزعيم عاد الإمام وطبعاً عروضه انتهت بتكريم عدد كبير من الفنانين والفنانات المبدعين الحقيقة وكان من ضمنهم الفنانة الشابة المبدعة إيمان غنيم إيمان فازت بأفضل ممثل الدور أول عن مسرحية ياسين وبهية للكاتب الكبير نجيب سرور رحلة محترمة وكده لإيمان على خشبة المسرح الترجمة لحالة فنية إبداعية متميزة خلينا نبرك لها الأول على الجيزة ونقول لها ألف مبروك ونطبع عليها صباح الفل عليك يا إيمان أهلاً وسهلاً صباح الفل أهلاً خير يا إيمان صباح الفل الله يبرك فيك وتشكل أول طيب خلينا نتكلم الأول عن الدور وش السعد الجبلين للمركز الأول ياسين وبهية عملت في إيه؟ أنا عملت دور بهية وهي لرائعة الكاتب الكبير نجيب سرور بهية اللي كتبها نجيب سرور بهية تعملت بكذا شكل وبكذا اسم لأن هي رمز للستة المصرية وكلمة بهية أصلاً جاية من البهاء والحسن والجمال والفتنة والذكاء اللي هي أصلاً الصفات بتاعة الستة المصرية الأصيلة وهنلاقيها برضو نفس بهية هي في فلاحة محمود مختار المثالة العظيم اللي هي موجودة في تمثال نهضة مصر هنلاقيها هي الفلاحة اللي في لوحات محمود سعيد فيعني لو جاز التعبير هي دي بهية في كل الأعمال الفنية بهية نجيب سرور بتختلف في أنه كان بيكتبها بحب جديد جداً يعني أكتر من بحس من عبر عن حب مصر بصدق هو نجيب سرور في بهية تحديداً وكتبها زي ما هو بيحبها يعني حتى في النص الأصلي هو كتب لها وصف شكلي وصف شكلها وشعرها وجلبتها وعنيها ورمشها لحد كعب رجليها أدق أدق التفاصيل هو كتبها كما يهواها يعني زي ما هو بيحبها فحتى جيت أجسدها علينا أو بالنسبة لي كنت عايزة أعملها زي ما هو كاتبها بالضبط يعني أنا مش عايزة أضيف أي جديد لأن الصدق ده لو أنا حاولت أقرب منه بقدر الإمكان فأنا هبقى أعملتها حاجات كبيرة فده اللي أنا عملته ببهية لكن كان عندك إضافات برضو آه لأن إحنا طبعاً عملناها على المسرح بيبقى الزمن أقل ترجمة نانسي قنقر